اهلا بكم في محاضرة اليوم ان شاء الله اليوم رح نتحدث عن حالة الضرورة في القانون بدايتا بدنا نعرف حالة الضرورة ايش المقصود فيها الان بيجي اللي اكتب بعرف لنا حالة الضرورة بيش بعرف لنا حالة الضرورة بانها ايه هي الحالة التي يجد فيها الانسان نفسه في ضرف او موقف يهدده في خطر ما وهذا الخطر لا يمكن تلافيه او الخلاص منه الا بارتكابه جريمة طيب ايش المقصود فيها وهان بقول لك يعني خلينا قبل ان نحكي مثال عليها هان بيوضح لنا بشكل اخر بقولنا هي حالة لا تنعدم فيها الاراضة كليا وانما يضيق فيها مجال الاختيار وقتها الى ادنى حد حيث تميز بين شران اما الهلاك او اصابة ضرب جسيم او مخالفة القانون وارتكاب شريمة ايش الامثلة عليها بدنا نحفظ بدنا نعرف في الامثلة اللي مطروحة امامنا خذينا بس ايش نامل فسفوري اخضر فسفوري ايش الامثلة اول مثال بقولنا حالة حالة راكب من ركب السفينة الغارقة نجا وهو متشبت ومتمسك بقطب خشب طافية في البحر لا تسمح الا بحمله وابعد شخص اخر اراد ان يتشبت بها فادى ذلك الى وفاته يعني بمعنى انه اثنين بدهم يتشبتوا بخشبة هذا الخشبة بتستحمل شغير واحد فالقيت هذا الشخص عشان ينجو بنفسه راح زج الشخص الاخر عشان ما يقدرش يمسك بهاي الخشبة ويضلوا عايش الان بي بي قلنا والله في ان حالة الضرورة طب حالة الضرورة ايش بترتب عليها كيف بتخلي الجريمة هل بتعف من الجريمة هل بتضل الجريمة زمهية وبتخفف العقوبة ايش بيصير فيها الان قادر راح نشوف الان بي قلنا وقدت توسع حالة الضرورة لصور لا يتحقق فيها الحرج او تأثير في ارادة الشخص وذلك فيما لو كان الخطر غير محلق بالشخص نفسه او من يهم وامره كمثل حالة الطبيب في بعض المثال حالة الطبيب الذي يقضي على حياة جنين في ولادة حصيرة لانقاذ حياة الام وطالب الطب في قرية ليس بها اطباء يقوم بإجراء عملية جراحية عاجلة لانقاذ حياة مريض وهو طالب طب يعني موج ترخيص بغنى هاي الامثلة لم يتصرف بها تحت ضغط معين على ارادة وعنم على اساس ايه تغليب مصلحة على اخرى واضح الامر هان خلينا بس اتذكركم فيها هان الحالة ايش كانت الحالة اما الهلاك كان يعني حالة ضرورة كانت بتخيره هان في الشي الارادة بالضيق تمام وعننا بيكون الخيار اما مؤمن الهلاك او الاصابة بدرجة سيم يعني هيك بارتكب المخالفة اما هان بالحالة التانية في الدرورة بيكون اه اساس قيم هذا الحالة اللي هو تغليب مصلحة على مصلحة اخرى يعني انا حالتين اما يكون الخطر يحدق بالشخص نفسه او يحدق بالغير تمام يعني هاي بقولنا اما الخطر في الحالة الاولى الخطر يحدق بالشخص نفسه فلا هيك بارتكب جريمة الحالة التانية انه الخطر لا يحدق بالشخص نفسه وانما يحدق بالغير وبناء عليه هو يقوم بي اللي هو اجراء ربما في مخالفة وبعض الاحيان بتكون جريمة وممكن تكون اصابة بليغة زي ايش زي الطبيب اللي بيقضي على حياة الجنين من اجل الام زي طالب الطب اللي ما اوش شهادة مزاولة واللي بيقوم بيشراء عمليات جراحية عمليات جراحية وممنوع تمام الآن بقولنا في الغالب في حالة الضرورة انه ليس من عمل انسان فقط وانما هي وريدة قوة طبيعة كالحروب والكوارث الطبيعية التي هي ظروف اتراضية واستثنائية وهي بقولنا هان يتعين على من يهدد الخطر ان نتصور الوسيلة الى تفديه واستوحيا مهن الظروف المحيطة يعني بمعنى الكلام هذا معنى انه والله ممكن الظروف بتكون من عمل للانسان وممكن تكون ظروف طبيعية يعني ما مصدر الظرف الطارئ اللي حدث ما بان بهمنا لو كان بصنع انسان او بصنع ظروف طبيعية ما بهمنا بدنا نعرف حالة الضرورة هي الحالة التي يجد فيها الانسان نفسه في ظرف او موقف يهدده في خطر ما لا يمكن تلافيه اول خلاص منه الى بارتكاب الجريمة واضح؟ هاي ايش بنسميها حالة الضرورة تكون عندنا حالتين اما الخطر يهدد الشخص نفسه او يهدد الغير طيب اذا الشخص نفسه بكون اما يصاب بهلاك او اصابه بليغة لهيك باتتكب المخالفة الحالة الثانية انه بيغلب مصلحة على مصلحة اخرى يعني هلقيتها بغلب مصلحة الجنين ولت الام من رجاب الثاني بيغلب الام ما هي الاهم على الجنين لو صار في خطر على حياة الام في الحالة الثانية انه طالب الطب انه بيقدر يعمل عملية جراحية وينقذ حياة الشخص ولا يسيبه موت فهيقول لا والله يبنقذ الشخص وان كان معه مزاولة فالهيك بيغلب مصلحة على مصلحة اخرى طيب هل القانون الفلسطيني ايش نظام هذه المسألة فعليا ننظمها في اي مادة في المادة 89 ننظمها في القانون المطبق في الضفة الغربية ايش بقولنا لا يعاقب الفعل على فعل على فعل الجئته الضرورة الى الى ان يدفع به في الحال عن نفسه او غيره او عن ملك غيره قطر انجازية مع موادقة لم يتسبب فيه قصد انشاط ان يكون فعل متناسب والخطر وهان نص المادة تسعين نفس الشيء اه في غزة نص المادة 18 نص على حالة ضرورة نحنا النصوص هاي مش مطلوب منها حفظها بس هان بدنا نذكر انه المادة 18 من القانون الفلسطيني المطبقة واللي بترجع الى احكام الدفاع الشرعي اه يعني هان بوضح لنا انه والله هاي المادة بيستند اليها القضاء الفلسطيني لتوفير حالة الضرورة ووجود حالة الدفاع الشرعي يعني هاي المادة اللي هي 18 وينها؟ 18 تنطبق على وجود حالة ضرورة او وجود حالة دفاع الشرعي وهان الفقه الالماني الفقه الالماني بيطابق وينظر انه الدفاع الشرعي هو نفسه حالة ضرورة طيب ايش الاوضاع التطبيقية لحالة الضرورة هاي مش مطلوبة منها اللي هي القاطرة البحرية الفرنسية حالة 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 اليخت الانجليزي هاي للقراءة حالة الباخرة والقضية المعروفة هاي كلهيتها للقراءة تمام؟ هان تقولنا حالة الضرورة تعريف حالة الضرورة في القوانين الوضعية هاي ما بدناش اياها التعريف اللي بدنا اياها قلناك وفوق هاي شايفينه؟ حالة الضرورة هاي تعريف حالة الضرورة يريت ما حدش ينساها هاي تعريف البدية والبيلزمنا هان التعريفات في القوانين الوضعية ما بيلزمنا والبدية هذا ما لغى يبديش هي عنا تعليل اساس حالة الضرورة يعني ايش سبب يعني ايجاد حالة الضرورة هاي في عنا العديد من الاسباب اول مجموعة ايش بد قلنا؟ اول مجموعة بد قلنا والله يبرر بعض هذا الاساس بفكرة الإكراه المعنوي الإكراه ايه؟ خلينا نغط أصفر في فكرة الإكراه المعنوي يعني بمعنى فيه عشر يعني لما يقوم الشخص به اه مثلا نقول لما يقول يقوم الطبيب بقتل الجنين عشان الأم فيه عشراء معنوي لما يقوم مثلا الطبيب فيه إنقاذ بحية المريض مع العلمني انه ليس معها ذلك فيها عشراء معنوي لما يقوم الشخص المتعلق بقشة أنه يقوم بإبعاد شخص وقتله عن طريق إغراقه فهاي بيكون فيها إقراه معنوي هاي أول فكرة كانت بتقوم وضحة الأمر يعني بيقولنا والله حالة الضرورة أساس وجودها لوجود إقراه معنوي بس هان بيجي عيوب تلحق هذا النظرية أول حاجة عدم تمريرها إنعدام مسؤولية الفعل عندما تقال جريمة من شخص لا يحط به أي خطر وكم تتأثر إرادته به الخطر الواقع زي بيعطينا مثال مثل للطبيب اللي بيقوم بعملية جراحية دون إذن المريض واضح الأمر أول حاجة الإقراه المعنوي أول أساس كان بيبنى عليه له الإقراه المعنوي هاي بيقولنا والله لا هاي عمل إقراه المعنوي بنفعش ليش؟ لأنه بيبررش بعض الحالات اللي بيكون فيها إنعدام مسؤولية الفاعل عندما تقع الجريمة من شخص لا يحط به الخطر يعني واحد يعني مثلا أنت بتحكي إنه حالة الضرورة بتكون لشخص في عنده إقراه معنوي طب لما الطبيب ما يكونش عنده إقراه الطبيب اللي بيقتل مثلا الجنين وبدي أعمل على الأم إقراه وأن الطاقة بجال ليس خطأ فحروري التختيار تختلف في اختيار الزمان أتسابكم أنه هذي كلام فقهي مولوش لازمة بديكم تعرفوا اللي فوق طيب الاتجاهتين إيش بيقول تعليحة الضرورة بيقولنا انتفاء حالة منفعة من العقاب يعني بمعنى إنه في الشي فايدة مني أنا أوقع العقاب على هذا الشخص حلو لأنه بقولنا والله إنه الهدف من العقاب هو ردع الجاني وجعله عبرة لغيره ولكن الجاني في هذا الحلات ليس له نية إجرامية ليس له نية إجرامية ولكن الظروف هي من استدعته إنه يقوم بهذه الجريمة عشان ينقذ حياته أو ينقذ حياة شخص آخر يعني زي مثلا الشخص اللي بيكون في البحر يغرق ويدفع الشخص آخر فهان إيش فيديتين أنا عاقبه طب هو بدافع عن حياته يعني هان تتوافر يمكن قريب من حالة الضرورة الشخص بدافع عن حياته زي بنحكي عن الطبيب عندما يقوم بإنقاذ شخص وإن كان ليس لا معه مش هادة مساولة فهان بنقول إيش فيديتين أنا عاقب الطالب الطب المعوش هادة مساولة من إجراء عملية جراحية للمريض وإنقاذ حياته إيش الفايد منه عاقبه فهان بقولنا والله حالة الضرورة وجود حالة الضرورة وتبريل حالة الضرورة هذا السببه إني أنا يعني بعاقبش من تتوافر عنده حالة الضرورة بانتفاء حالة المنفع من العقاب هان قلنا كراف وجود كراف معنوي هان قلنا انتفاء حالة المنفع من العقاب وهان عيبوا على هذا الرأي وقالوا والله هذا الرأي وصلنا إلى نتائج غير مقبولة ليش قلنا مفادي أن الفائدة من العقاب ليس فقط هي المطلوبة بل العدل أولا هو المطلوب بالإضافة لأنه إن أخذ بهذا الرأي بسرعة شوائية قد يؤدي إلى فوضى والإفلات من العقاب بالكثير من الحالات إنه والله كيف والله إلما الأم تقتل مثلا رضيعها نقول والله هي مع يعني إيش الفايدة من العقاب وبالتالي ما معاقبهاش هذا في سبب مخفف وبالتالي ما معاقبهاش نهائي لما يقوم الأبو مثلا بقتل ابنه وقول والله فيش فايدة من العقاب طبع شو دي سير بدو سير عندنا فوضى فوضى في المدن وفوضى في الدولة وابح الأمر فلهيك تم انتقاد هذا الرأي اللي بقول إنه ما في فايدة من توقيع العقوبة في حالة الضرورة بعدها بنجي الاتجاه الثالث والرأي الثالث الرأي الثالث والرأي الثالث يشبع اللي بقولنا اللي هو الأصل بوجود حالة الضرورة اللي هو العودة إلى القانون الطبيعي كيف؟ بقولنا بقولنا والله مفتد رأي أنه القانون الوضعي جاء لحل محل القانون الطبيعي في تنظيم الأمور طيب وفي حال عدم مقدرته على حماية الفرد في أي وقت ولا أي سبب كان بإمكانه العودة إلى القانون الطبيعي لحماية نفسه بنفسه ليه؟ لأنه القانون الطبيعي كان يقوم على إنه كل شخص يأخذ حقه بنفسه وبالتالي لما يكون القانون الوضعي أو القانون الموجود ما بيحقق لي العدالة لنفسي وما بيمنحني القدر على أني أنا أطالب بحقي بالحياة مقابل أنه شخص أدفع شخص آخر بده يزاحمني في هذا الحق فوقتها بده أرجع إلى الحق الطبيعي مثل القانون الطبيعي القانون الطبيعي مثل القانون الغاب أنه بنرجع إلى القانون الغاب أنه كل واحد يأخذ حقه بيده فضح الأمر وبالتالي لما أنا إذا القانون العادي بدي يمنعني من أني أأخذ حق بيدي بدي أرجع إلى القانون الطبيعي والقانون الطبيعي بيمنحني الحق في أني أحافظ على حقي في الحياة لوحدي وفي هذا الإطار ممكن أني أنا يعني أزاحم الآخرين في حقوقهم في سبيل أني أنا أحافظ على حقي في الحياة واضح الأمر وهان بقنا استنادا لهذا تعليل رفع العقاب عن السارق في سنوات القحط الشديد أيام عمر بالخطاب أنه قال والله بنرجع إلى القانون الطبيعي لأنه الخيرات الطبيعة في الأصل هي ملكة للجميع وهان بالشي ينتقدون بقنا يا عمي والله هذا القانون أنتو بتحكوا عن القانون الطبيعي أصبح هو في صميم جميعنا وعد حياة وصار القانون العادي هو يطبق يعني معظم قواعد تأتي من القانون الطبيعي فلا هيك ما في داعي أنه يكون أو نرجع للقانون الطبيعي لأنه كثير من القواعد موجودة في القانون الواضع الرأي الرابع بيقولنا والله حالة الضرورة أساسها هو انتفاء القصد الجنائي أنه والله أنا لما دفعت الشخص الذي زاحمني في المياه ما كانش قصد القتل لما أنا كطبيب بقتل الجنين من أجل مصلحة الأم ما كانش فيه عندي قصد جنائي اللي هو إجرامي لما يقوم الشخص الطالب طالب الطب لما يقوم بإنقاذ المرضى يقوله والله ما فيش عنده قصد جنائي وبالتالي الرأي الرابع والرأي اللي أنا بأيده أيضا هو هذا الرأي الأقرب للصواب اللي هو في حالة الضرورة يتم اللي هو انتفاء القصد الجنائي وبترتب على ذلك إنه إحنا بنعف الشخص اللي قام أو توافرت به حالة الضرورة ويارتكب جريمة على غرار وجود حالة الضرورة مع أنه تم وجود تم انتقاده بأنه والله يخلط بين الباعث والقصد الجنائي وفيه رأي أخير وهو الرأي الخامس اللي تزعمه هجل ويعلل امتناع المسئولية في حالة الضرورة استناد لفكرة تضارب المصالح أو المصلحة الأجدر بالرعاية وقلنا والله فيه عنا فيه عنا مصالح أولى بالرعاية هل قيته الشخص الغريق أولى أنه يحافظ على حياةه ولا حياة غيره طيب الطبيب أولى أنه يحافظ على حياةه الأم ولا حياة الشخص الطفل مين الأولى بالرعاية لما يقوم الطبيب الطالب الطب التدخل لإنقاذ شخص من خلال عملية جراحية مين الأولى إنه والله يقول والله أنا معيشة هذا معيش رخصة ويسيب الشخص يموت ولا يتدخل ويتجاوز عدم حصوله على رخصة الطب فلهيك بقولنا والله أساس حالة الضرورة وجود فكرة تضارب المصالح ووجود المصلحة الأجدر بالرعاية يعني خلينا نعتمد المصلحة الأجدر بالرعاية واضح الأمر طبعا الانتقادات هاي بديش إياه الانتقادات بتاعة هذا الرأي بديش إياه خلص اعتمدوا عنا خمس أراء اعتمدوها ويعرفوا لكل رأي إيش الفكرة اللي بيقوم عليها والرأي الأخير مصلحة الأجدر بالرعاية وهي قال إيش قال فيها فهي الرأي الانتقاد بتاعه بديش إياه عنا شروط حالة الضرورة يعني عشان نحكي أنه فيه عنا حالة ضرورة في عنا شروط أول شرط فيها اللي هو أن يكون الخطر جسيم وكل القوانين إيش بتقول والله يجب أن يكون هذا الخطر اللي بديه هدد الشخص يكون جسيم ما بنفعش خطر يعني هيا بده يصيب الشخص يقوم بارتكاب الجريمة على إثره يعني واحد بده يغرق ويموت ممكن يرتكب الجريمة أوكي بس واحد يقول والله واحد مثلا حبسه في غرفة يروح يقتله مثلا يعني بيمزح معه مثلا حبسه في غرفة لا يوم كامل يروح يقتله طبعا بيبرش أو واحد هدده بالسلاح يروح يقتله طبعا في الشي عنا خطر جسيم إذا توافر خطر الجسيم بيكون توافر عنا أول شرط من شروط حالة الضرورة ويجب أنه يترتب على وجود هذا الخطر وهي وجود وجود خوف من اللي هو الإدرار بهذا الشخص أو إدرار بحياته وهي طبعا معيار اللي هو تحديد الجسام بيقولنا والله الشخص العادي متوسط هل أنه يرى أنه هذا الأمر جسيم ولا يمكن تلافيه أم لا يعني هل في عنده حرية إرادة أو في عنده جسامة خطر الشرط الثاني أنه يكون الخطر حال يعني أنه يكون وشيك الوقوع أو بده يعني يحدث قريبا جدا واضح الشرط الثالث أن يكون الخطر مهددا للنفس أو المال يكون مهدد لنفس الشخص أو مال هذا الشخص الشرط الرابع لا دخلة في إرادة الفاعل أنا غلطان فيها لإرادة الفاعل في حلول الخطر لا دخلة لإرادة الفاعل في حلول الخطر يعني ما يكونش الشخص نفسه هو اللي يتسبب في هذا الخطر يعني واحد ما يقولش والله واحد نقول واحد أشعل الحريق مثلا في البيت وبعدها يروح يقول والله أنا بأنقذ نفسي عشان أنقذ نفسي أروح أقتل الآخرين أقول والله إن في سبيدي إن أنا أنقذ نفسي أروح أقتل الآخرين عشان أطلع من البيت وأنا أكون أنا نفسي اللي أضرمت النار بالبيت يعني بمعنى آخر إنه لا يكون لإرادة الفاعل دخلا في حدوث هذا الخطر الشرط الخامس عدم التزام الشخص بتحمل الخطر إيش معنى ذلك معنى هذا الشرط إنه ما يكونش هذا الشخص ملزم بتحمل هذا الخطر يعني كيف الشرط الخامس مش مش واضح كتير خذوا بالكو في الصياغة هم بيقولنا عدم التزام الشخص بتحمل الخطر هو الشرط الخامس مفترض يعني يصيغوا إنه أن لا يكون الشخص ملزم بتحمل هذا الخطر ويصيغوا أنتو عندكو وكتبوه كتابة أن لا يكون الشخص ملزم بتحمل هذا الخطر كيف زي والله نكون رجل مطافة رجل مطافة ملزم بتحمل هذا الخطر يلا لو صار عنده حريق منفعش يروح يرتكب جريمة عشان إيش يتلافع هذا الخطر لأنه عارف أنه فيه خطر في حال وجود حرائق زي لما نحكي والله من كمان اللي بيشتغلوا في البترول أو في المواد الكيموية منفعش والله أنا أقوم بقتل الأشخاص في سبيل أنه أنا أحمي نفسي وأقول والله فيه إنه خطر طبعا أنت عارف أنت وجود في بقرة كله هيته خطر زي لما نحكي والله اللي بيشتغلوا في مناطق عالية أو لا نقرب على الكوكتر اللي بيشتغلوا في محطات البنزين لما يشتعل مثلا النار واحد يكون مسؤول اللي هو عن إطفاء الحرائق يروح يقتل شخص في سبيل أنه يحيي نفسه هان بتنتفي اللي هو حالة الضرور لأنه الشخص نفسه هذا ملزم ملزم بأنه ينقذ الناس يعني أقرب مثال فيها بتجدوها واضحة اللي هو رجل الأطفاء اللي بيكون مسؤول عن إطفاء الحرائق ويهان بيقلنا في سؤال بنسبة لمقاومة رجل السلطة يعني لما يجي شخص رجل السلطة بده يقوم بي لو اعتقال شخص هلقيت رجل السلطة ممكن يهجم عليه هذا يعتبر خطر طبقيت هذا الشخص اللي بدهم يهجموا عليه مثلا صارق بدهم يهجموا عليه ودافع عن نفسه وهجم عليهم أو ضربهم أو قتلهم أو اطلق النار طب هل بنعتبر أنه هان فينا حالة ضرورة ولا لا لمين للشخص اللي رضع رجال السلطة أو رضع اللي هو الشرطة عن اللي هو تحقي القيام القيام بواجبات واجبهم الوظيفة هنا بيجي الرأي بيقول والله فينا ثلاث أراء أول رأي بيقول لا يحق لرجال السلطة أن يمارسوا عملهم ولا يحق للأفراد أن يمتنعوا عن انصياع لأوامرهم الرأي التاني بيقول لا والله يحق للأفراد أن يقاوموا رجال السلطة وأن لا ينفذوا الأوامر تلبية الأوامر والانصياع للأوامر السلطة ولكن إذا تجاوزت السلطة أو رجال السلطة لهو يعني تجاوزوا حدودهم فيجوز للشخص أن يردع رجال السلطة ولا ينصع لهم واضح الأمر قلت نيجي للنقطة التانية وهو الفعل يعني في الشروط أوضح لكم إياها في الشروط شروط حالة الضرورة أول حاجة كنا بنتحدث عن الخطر وقلنا في علاق خمس شروط للخطر الآن بنيجي للفعل للفعل اللي هو بيتم حالة الضرورة على إثره في عنا شرطين الأول أن يكون الفعل هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من هذا الخطر التاني أن يكون من شأن الفعل للتخلص من هذا الخطر واضح عشان نحك والله في عنا حالة ضرورة يجب أن يكون هذا الفعل هو الوسيلة الوحيدة إذا فاكرين زي ما قلت لكم في دفاع الشرع ما يكون عندي عنا عصاية ومسدس وكل أروح أنا مباشرة للأرب جي فبكون هنا في عنا مشكلة لأنه مش الوسيلة الوحيدة للتخلص من هذا الخطر التاني أن يكون من شأن الفعل التخلص من هذا الخطر يعني الاشي اللي أنا بدي أعمله يعني رح يؤدي إلى التخلص من هذا الخطر وإن يشترط لتوفر حالة ضرورة ألا يكون في قدر قدرة الجاني دفع الخطر الذي يهدد بوسيلة أخرى يعني ما قلت لكم ما يكون عنده وسيلة أخرى ويستخدم هاي الوسيلة ما يكون عنده مثلا عصاية روح يستخدم مسدس أو إذا كان عنده خيار واختار والله الأصعب واللي أكثر شراسة لا هاي بتختال حالة الضرورة يعني يجب نقول وسيلة الوحيدة وهان لا يشترط يعني مش بالضرور أخف ولكن هي الوسيلة الوحيدة وبعدين هاي بني بيقول في النقطة التانية بيقول إذا كان يعني يحدث جسام كبيرة فيختار الجسام الأقل وبعدين بيقول والله إذا القاضي تبين عنده أنه في عندنا وسيلة أخرى يمكن أن يلتج إليها والتج لها الهي الوسيلة اللي هي الأكثر ضررا فبيستير عندنا خلل في حالة الضرورة طبعا مين بيحدد أنه هاي الوسيلة الوحيدة ولا غير الوسيلة يعني ولا في عندنا غيرها طبعا القاضي هو اللي بحدد أنه الوسيلة الوحيدة أو في غيرها طيب الشرط الثاني وحنا بيقول لنا تتشعيرات الجاني إذا التخلص من الخطر بفعل مباح ماش المقصود بهذا الأمر يعني يجب أنه الفعل اللي بد يقوم فيه أنه يقوم مباح يعني أقول كيف إذا مثلا والله واحد بد يشرد من النار واجه أمام واحد منعه من الخروج حيث مفترض تزق يعني يدفع للأمام عشان يقدر يشرد والله ما قدرش يدفع و اعترض طريقه بيقدر هذا الفعل مباح إنه يدفع قلت لو ما قدرش والله يدفع بيقدر يرتكب إذا ارتكب الجريمة في حينه فبكون عنده توافر لحالة الضرورة في هذه الحالة هل بيقولنا يثور تسأل حول ارتفاع الفاعل في حالة الضرورة بغض المفترض عن الجريمة والأضرار المترتبة عليها المقصود فيها كيف الارتفاع إنه والله عنده شخص مثلا واحد ينتقم من مثلا واحد يشتغل طاهي و في شخص ينتقم من كل من يعني يعمل في المطعم أو كل من يزور المطعم فبيجي بيخطف ابن هذا الطاهي بيهدده والله بدك تحط سم في الطعام لجميع من يأتوا لهذا المطعم الآن بده يصير موازنة هل إنه أنا يجوز لإله أن يقتل مثلا نقول خمسين شخص مقابل شخص واحد اللي هو ابنه أنا بيجي الفقه بيقولنا والله إذا كان في علاقة قريبة إذا الشخص المختطف قريب للشخص مثلا ابنه زوجته بنته أبو فبيكون عندنا يعني إمكانية أو بتتوافر عندنا حالة الضرورة ولكن إذا كان المختطف شخص عادي والأشخاص الآخرين بدون قتلهم أشخاص عاديين فبدوا يصير موازنة مين الأخف ضرر فيهم هل يقتل هل يثيب واحدين قتل ولا يقتل خمسين شخص حتى يراعي الهواء الباقين الشرط الثاني طيب الشرط الثاني خلي للمحاضرة القادمة إن شاء الله ويعطيك ألف عافية